إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة من بلاغة القرآن الكريم ونذيب على حضراتكم أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة فاز بجائزة قدرها 1500 جنيه آلاء أحمد السيد من محافظة الوادي الجديد محمود معتز محمود محمد من محافظة بن سويف مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عكيم خبيب من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نظر بها من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النقار تقديم إسماعيل دويدار أيها لخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلاغة القرآن الكريم ووجوه أجازه دقة مفرداته حيث إنه لا يستقيم أن نستبدل بكلمة من كلمات القرآن الكريم كلمة أخرى لأن ذلك سيخل بالإعجاز كما يخل بالمعنى ومن شواهد ذلك حديث القرآن الكريم عن النبيين الكريمين يحيا وعيسى عليهم السلام فقال تعالى في شأن يحيا عليه السلام قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم فقال تعالى في شأن عيسى يخلق وفي شأن يحيا يفعل وذلك لأن أمر عيسى عليه السلام أعجب وأغرب لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله حيث يأتي الولد من غير زوج فهذا خلق وإن شاء من غير سبب للوجود مما تعارف عليه الناس من أسباب الوجود فكان لفعل يخلق هنا موقع متميز أما في شأن يحيا عليه السلام فالأسباب المؤدية للحمل موجودة وإن كانت معطلة بسبب أن زكريا عليه السلام بلغ الكبر وأن امرأته عاقر فأزال الله عز وجل هذا السبب الذي كان يمنع حدوث الحمل فكان التعبير بالفعل هنا أبلغ فالصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة وصنعة معتادة لا يقول خلقت وإنما يقول صنعت وفعلت ولله المثل الأعلى وسؤال الحلقة الثانية اذكر اسم السورة التي وردت فيها هاتان الآيتان مع ذكر رقم الآيتين بقيمة علوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث تنسجم أيها لخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة 1500 جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم اسماعيل دويدار